أدلة أخرى متواجدة حالياً وحديثة أعتقد خلال أسابيع حيتم توجيه كل هذه الموضوعات للنيابة العامة والتحقيق مع هؤلاء لكن اللي عايز أقوله حديثة ستار موضوع الولايات المتحدة والغرب والكلام ده كله 30 يونو كان إعجاز مؤسسات إعجاز شعب متكامل بما فيها مؤسساته مؤسسة العسكرية الشرطية القضاء المخابراتية الإعلام أجهزة مصر الإعلام طبعاً حكي أنت بوسط المخطط الفوضوي العالمي اللي كان مخطط له حكي أنت مخطط أنه جيشك أنت يتضمر زي ما حيك قلت بعد العراق ما تضمرت وسوريا خلاص في النهاية والمنطقة حواليك كلها أصبحت في تغير تيكتيك المتكامل بالمناسبة نهر النيل نفسه أسيوبيا المقصود به مش حكاية الميا ده المقصود به أنه تعمل لك دولة قائدة في حوض النيل والقرن الأفريقي تبقى مش أنت بقى ده هو يمسك الحنفية كمان من تحت عليك حكي أنت محاط بمعظم المناطق اللي حكي فيها طيب يبقى برضو السؤال مرة أخرى لماذا لا يقدم الرئيس المعزول بدل ما نتهم بأننا عملين له عملية اختفاء قصري وأننا مختطفينه لا يتهم زي مبارك ما قدم للمحاكمة في قضايا هو مبارك حضرك نفسه مجاش إلا في اعتصام 8 يونيو على فكرة لما عملنا اعتصام 8 يونيو في التحرير شوف حالك من 11 ل 8 يونيو خد بتاع 8 شهور إحنا مش عايزين نبقى مستعجلين في الأمور يعني مش عايزين السياسة ما فيهاش استعجال لا يا فندي ما هو مش استعجال أنا عشان ما تحطش في شكل إدانة خارجية ومجتمع دولي حقيقي حضرتكوا تكلمتوا عن أهمية المجتمع الدولي مستهدف طيب أنا أحميه وحقق معاه عشان تحميه وتحقق معاه أنت أريد بتحقق معاه دلوقتي وبتحميه بس ده مش معلن أنه بيتحقق معاه على فكرة ده مش معلن إلا إذا كان دي معلومات بقى من حضرة الكلام اللي بيتقال كل شوية في الإعلام معناه كل شوية حتى اللي طلع بتاع الجريدة بتاع الأهرام وقالها رسمي هو استقى شوية أخبار ورجع نفاها ونفاها النائب العام وكله نفا استقى معلومات من مصادر معينة عشان يطلع في جريدة زي الأهرام استقى معلومات معينة من مصادر محل السقة ولكن لم يصرح له بالنشر يعني لم يصرحه ومن حق أي حد ينشر أو ما ينشرشي طالما حاجة لم تخرج إلى الطريقة الطبيعية من مكان الطبيعي النيابة طول والله في كذا فاندم أنا متفق مع حقيقة بس أنت ليه بتعمل تحقيق سري معاه مش سري هو مش سري لا فاندم أنت ما قلتش أنه بتحقق معاه أنت لو قلت أنه بحقق معاه وهو متهم في قضايا المجتمع الدولي يرفع لك القبعة ويقول لك ماشي أوكي ده متهم هو ما قالكش حاجة على مبارك لأنك في قضايا مدام فيها مبارك التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه مهم أنت لسه يدوب شكلت لجنة الدستور عملت الرئيس المؤقت تاني يوم ما تم تكليفه راح حلف اليمين واستلم المهام وبعد كده إعلان دستوري وبعد كده اللجنة الأولى بتاعت تعديل الدستور بعدها الخمسين خلال شهر الخطوات المهمة جدا أنها تستقر على أرض الواقع علشان يبقى فيه دولة بملامحها وكل المؤسسات تشتغل في توقيت واحد على التوازي ما ينفعش أن أبتدي من تاني يوم أو مواخد الراجل وقول له تعالى أنت دخل المحكمة علشان واحد دين تاتة أربعة لازم تجيب الأدلة الكافلة طب الراجل اللي عمل يحرط في رابع العدوية محمد بديع والبلتاجي والريان والحجازي تحريض رسمي وبأدلة وتصوير صوت وصورة مش بس ده حاجة وده حاجة أنا هنا أنا هنا بتكلم أنا بتكلم في أن فيه مجتمع دولي بيتهمني بحاجة يا دكتور عبدالي المجتمع الدولي بتهمني بحاجة طب ما نحاول الراجل بالتحقيق لو بريء يطلع براء لو هو متهم يسجن مع حضرتك المجتمع الدولي بتقول عليه هو بالزبط هو الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة ببساطة يعني لا وألمانيا فندن برضو قالت ألمانيا دي لأمور أخرى لأمور أخرى سياسية ومحن مش نتكلم في الحاجات دي بعدين نتكلم فيها هو حكي الأهم دلوقت أنك أنت تبني مؤسسات دولتك أهم حاجة أنت دلوقت تركز في استقرار بلدك أهم حاجة أنت في حكومة في رئيس جمهورية في برلمان في دستور في الهيكل الأساسي بتاع مقاومات الدولة نفسها مقاومات النظام نفسه أما فلان حييجي فكل الناس دي حييجي لاحظ حيكي أنت لو كنت رئيس جمهورية صدقني أنت كان ممكن تعمل أكتر من اللي هم بيعملوه فمش بالسهولة حيسلموا بعدين أنت بتعامل مع جماعات الناس عندها تفكير يعني مش تفكير منطقي ولا طبيعي زينا الناس دي عندها طاعة عمياء طاعة عمياء وولاء للقادة حتى لو كان الأمر ده خاطئ فهم مستعدين يموتوا ومستعدين يقول الجهات ضد جيشه ويسقط جيشه اللي بيحميه طب لما أسقط جيشي يبقى أنا بسقطه لمصلحة عدوي الحقيقي فهو أخذ أن المعركة حاليا برضو موجهيني الناس لمعركة مع الجيش يعني هو بروح مثلا بروح يتظاهر عند الحرس الجمهوري أو عند مؤسسات الجيش هل الوقت المتحدة الأمريكية نفسها هتسمح أنه حد يتظاهر عند مؤسساتها العسكرية هيتضرب قبل ما يروح لا أنت فيه جاوب على سؤال بيفرض نفسه الجيش ده رمز إيه رمز الوطن كله يعني رمز الدفاع بتاعك يعني رمز الأمام بتاعك اللي يعديه يبقى إيه يبقى خائن ويبقى عدل البلد طبعا يبقى النهاردة اللي بيعادل هذا الجيش هذا الرمز بتاعك يبقى عدل مين عدل الجيش يعني عدل البلد لأنه الجماعات هي الجماعات هي قيمة لم يحدث من قبل يعني لم نسمع في التاريخ عن اعتداءات على الجيش يعني الجيش دايما كان كان بعيد عن المهاترات دي يعني لم نسمع في تاريخ مصر بترد في صبر طويل وعندها طول نفس ومتحملة كثيرا كله عشان صالح مين شو صالح الوقت؟ لأن الجماعات عندها فيها جزئية متعرضة تماما مع الدولة الحديثة وهي أن الجماعات دايما عندها جناح آسكري فديما فيه اتنين بتنزعوا في الحالة دي في الدول النمية بتنزعوا على القوة الذاتة القانون وهي جيش غيش الدولة زي الجيش المصري اللي هو بيمتلك القوة القانون اللي هو القوة بقوة القانون والجماعات اللي ديها قوة عسكرية بتنافس عايزة تريد أن تنافس هذا الجيش في الجانب القانوني فهو يمنع ذلك لأنها هتخش في منافسته وما ينفعش في الدولة جيشين فيهم تناقض فمنطقي جداً ده اللي بيحصل لأن الجماعات ديت هي في النهاية هدفها أن أنا أدمر الجيش ده وعمل الجيش اللي هو بتاعي اللي هو تابعي عشان سيطر على الدولة وفي النهاية الإخوان كان إيه هدفهم أهم شيء عنده كان بالنسبة له هو يسيطر يتخلص من الجيش ده لأنه هو اللي عمله المشكلة كلها ولاحظوا أنه ده صراع تاريخي حضرتك من 52 اللي عايز أقوله كان فيه اللي سات اللي هو طارئ كان كان بحاجة حلوة عجبتني عايز أقول الناس تسأل نفسها هل تنطوي سلم البلد للشعب ولا سلم الإخوان للشعب هل تنطوي سلم البلد للإخوان ولا سلم الإخوان للمصريين والله ده سؤال صعب جداً مش عارف نحاول نجاوب عليه عندنا فاصل ولا ما عندناش عندنا فاصل يا جماعة طيب ما عندناش فاصل اللي بنجاوب عليه سلم البلد لمين سيابت اللي هو طبعاً سلم الإخوان للمصريين تشوفوهم على حياته انتم صممين تدفعوا على فاصل بس ما أعتقدش أنه هو كان في نيته هذا يعني هو بيعمل ده ما كانش في نيته بعد 30 يونيو يعني أنه يدينا الهدية دي يعني ما أعتقدش أنه كان هو ما يملوكش كشخص إلا كان هي تعبير مجازي هو تعبير مجازي وليس الشخص بعينه كتنطاوي يعني كمشير تنطاوي وبتعبير مجازي يعني يعني الاختيار في الأول الأخر للشعب وانتوا صحاب القرار تمام في بعض المقولات لا ده في انتخابات كشفيقه وبعدين راحت مش عارف لمين ضغط أمريكية سيبك من كل الكلام ده لو لم يات شوف السنة اللي فاتت بتاعت تواجد الإخوان على الساحة لو لم يعتلي الإخوان سدة الحكم خلال هذا العام لاستمروا إلى قيام الساعة بهذا الفكر وهذا المنظوم في الخفاء والدعم المباشر وغير المباشر من الشعب الناس مظلومة نعم بس دي حكمة ربنا بقى انه ربنا يعني ايه اراد انه هو يكشف الشعب المصري حقيقة جماعة معينة وطريقة تفكيرها واسلوب إدارتها للحكم في سنة واحدة يقوم عليها الشعب ليسقطها ويحاول ان يجد طريق الحرية والعدالة بنفسه ويكتشف بنفسه وليس عن طريق الوهم المسمى الحرية والعدالة كحزب دكتور عبدالقادر الهواري يعني الايام القادمة هتشهد ايه هتشهد ان الناس اللي في ربعة في النهضة هتنفض الوضع الامني هيستقر هيحصل افتعال ولا هتلجأ الجماعة لعمليات تصعيد عمليات العنف واغتيالات لبعض الرموز وتفجيرات وقنابل اللي بنلاقيها في بعض الاماكن لو الاخبانة هتقدر تعمل حاجة ما كانتش خلال سنة فشلت لو هيقدر يعمله حاجة ما كانش الرئيس نفسه وقع ما كانش خرجت ضده 33 مليون هم كل اللي هيقدروا يعملوه هم اللي هو بيعملوه حاليا دي تكتيكات اما في اكتشاعات الاغتيالات وإشاعات مش عارف الكلام ده كله من ثلاث شهور بالزبط كل واحد فينا معروف بيعمل ايه وهيعمل ايه وقدراته ايه ما فيش حد هيقدر يعمل اي حاجة ضد الدولة المصرية المستقبل اعتقد اتمنى له ان يحصل فيها حاجة اسمها عدلة انتقالية طبعا مش هتخلص في خلال سنة ونص بتاخد لها من سنة ونص لثلاث سنين او اكتر مهم جدا في العدلة الانتقالية المحاكمات ضد الفاسدين ما نرتكب اي جرم ما نرتكب اي فساد واعطاء الشهداء والمصابين حقوقهم المادية والمعنوية والقانونية وزارة العدلة الانتقالية تعتقد ان دي كانت مهمة لانجاز هذا الموضوع طبعا انا عامل كتاب في العدلة الانتقالية ومقدم للرئاسة ومجلس الوزراء مشروع قانون في العدلة الانتقالية اعتقد هم يكتبوا فيه بتاع شهرين على ان ما قدموا لهم جاهز هيفضلوا يعدلوا فيه ده كويس جدا يحسب للحكومة الحقيقة كمان الحكومة اغلبها اقتصاديين اغلبها نزغ زاد خبرة ولكن في النهاية هي حكومة انتقالية وفيه خريطة الطريق موجودة وافق عليها الشعب ايضا برضو يعني مش حطها حد بمزاجه او من دماغه الجيش نفسه لما فكر يحطها جاب القوة كلها تقريبا واستشارها في خريطة الطريق وعلينا ان احنا نشوف اخراط الطريق موديانا لحد فين الدستور نفسه الناس بتقولين عايزين يغيروه كله او يعدل من حق اي حد يغير اي مادة ومن حق يتقدم انا عايز اعدل اي مادة يعني الدستور كله مفتوح للتعديل يعدل ولا كان مفروض ينصف يعني ويقام دستور جديد تماما بعد صور عظيمة الحقيقة المحدش عارفه يعني نفسنا حطت اربع مواد في الدستور محططين بصياغتهم زي اول مادة مثلا عن مصر وكنت حطتها دباجة وتحطت مادة في المشروع القانون احنا نفسنا كمان كنا حطين مواد الاخوان نفسهم ما كانوش ملتفتين لها احنا دي توصد بيامين القوى المدنية كلها في جانب والاخوان كانوا في جانب اخر كنا حطين مواد في الدستور وهم مش عارفينها ففي مواد في الدستور حقيقة جيدة وفي مواد مرفوضة فبدل ما نبدأ من الاول ونخش في مشكلات تانية حتى وضع الجيش على فكرة اللي عنده بعض الاعتراضات من حقه يتكلم فيها ويقول انا عايز اعدلها او يتناقش فيها تمام ايضا في المستقبل القريب حقيقة يمكن كنت اشرت قبل التصوير الى فكرة ضرورة تعديل الملاحق الامنية لكامبي ديفيد او حاجة من هذا القبيل مش تعديل الملاحق انما الوضع اللي كان سينة بالنسبة لنا تبقى لكامبي ديفيد كانت السيطرة الامنية المطلقة ومش موجودة فيه سينة بالزبط بعد اللي حصل وبعد 30 يونيا النهاردة القوات المسلحة موجودة في سينة باتفاق طبعا مع الجهة اللي هي الطرف الاخر في الاتفاقية موجودة بشكل قوي مسيطرة بنسبة كبيرة على سينة حكاية التعديل من عدمه ما عدتش يعني كتير لان الارض على الارض الواقع ثبت ان فيه اسلوب معاين للتعامل مع ملف سينة ومع الطرف اللي احنا عاملينه مع اتفاقية سلام الفكرة الملخص اللي احنا فيه احنا الوقت بنمر بازمة يعني بعد عملية سينة دي معاش عفو بعد عملية سينة دي عندما تنجح في المستقبل القريب ان شاء الله تنجح هل هتعود القوات المسلحة الورا تاني بعد الارض وكان نسيب الارض دي فضية تاني وتاني ترجع البقر الارهابية دي تاني شوف يا استسطر عشان تحقق امن بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمانهم من خوف عشان تحقق اللي ربنا قاله ده اللي هو أول الأمن يعني شوف بنقول الأمن ظهر بعد المسترح الحديث ده بعد حرب العلمية التانية الكلام ده أصلا عندنا احنا في الإسلام من أول بدايته والكلام واضح ربنا قال لنا في ايه عشان تحقق استقرار في مكان يبقى لازم يكون فيه أمن وأمان بالضبط يبقى لازم السيناء دي يبقى فيه سيطرة أمنية عليها عشان تحقق مهضة لسيناء يبقى بالتالي ما ينفعش تشيل إيه داك تالي وترجع البقر تتكون يبقى لازم تتعدل الملاحق الأمنية بالتالي من غير تعديل فيه اتفاقيات بتبقى تسقط الاتفاقية خالص بالعرف بالاتفاق ما هو إحنا ما بدي في سيناء يعني الأنصار الاتفاقية دي يقولك لا أس كده أنت تعلن الحرب على إسرائيل ما هو صالح مين ما هي الوقت سكتة ليه لصالح ما هي عاملة صواريخ على الحدود تحسبة أن يطلع أي صواريخ تعمل لها إسقاط كل الكلام دا تنسيق علشان يبقى فيه مكان آمن ومستقر ما فيش خطة حرب مثلا موالانة على إسرائيل أو أن المكان بتاعنا إحنا مش زود حرب اللي بيحصل في ربع والميادين دا مستقبله إيه شايف أنه الدنيا هتهدى مستقبله أنه هيفضل زي الحاجة اللي بتفرفر كده هتفضل كده إيه تاخد وقت طويل شوية هو أصلا زي ما قلنا أنه ما فيش عندنا لسه مفهوم الديمقراطية الطبيعية وما كانش هدف من أهدافنا نحن أعلم بالصورات أنه يبقى فيه مطالبة بالديمقراطية كلمة الديمقراطية في حد ذاتها مفهوم بالنسبة لنا نحن في تطبيقه لم يتم تطبيقه طوال العقود اللي فاتت ولو كان تم ما كانش أقامت صورات وبالتالي عشان يتفهم عايز وقت وعايز كتير يعني أمريكا عاد مئة وثمانية سنة عشان يبقى فيه ديمقراطية وليفهم مفهوم بتاعه نحن مقدرش نستحمل أصلا سنتين ثلاثة مش سنة واثنين الشعب مصري بيحرق مراحل سريع حانا أخذ التحول الدمقراطية السمري من تامل لعشر سنة على الأقل عشان يبدأ بس تكون مصر طلعت يبقى رابعة والنهضة عشان يخلصهم هياخدوا وقت شوية هياخدوا شيء من التصفية التدريجية بالهدوء النسبي وفيه طريقة تانية إذا حصل تصايد طريقة تانية إذا حصل تصايد اللي هي التصايد بقبله التصايد بقبله مواجهة يعني حقيقية طبعا حسم يعني الصبر ممكن ينتهي لأنه أنت يعني مش هيسمح بدم كتير مش هيفضل الصبر كتير ولا هيفضل الحلم يعني طويلا يعني بمعنى احتمال ما لا يحتمله الوطن ولا أمنه القومي الحقيقة أنا في نهاية هذه الحلقة بتوجه بالشكر للواء مهندس طارق حبيب ولدكتور عبدالقدر الهواري المحلل السياسي بشكر حضراتكم حاولنا في هذه الحلقة أن نناقش الأمن أمن المواطن وأمن الوطن من كل الأبعاد سواء أمن سيناء أو أمن الشوارع والميادين وإحساسنا الشخصي بالأمن وفكرة تحقيقه كيف تتم وأن سيادة القانون يجب أن تكون هي المظلة الحقيقية لنبذ كمان أي عنف أو أي محاولة لحمل السلاح حفظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل أذى ونتمنى بالفعل أن تتقدم مصر إلى الأمام وسيحدث هذا قريبا بإذن الله إلى اللقاء وحلقة جديدة والأسبوع الثقافي ترجمة نانسي قنقر